السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ مع بعض يا شباب في الجزء الثاني من sheet 6 sheet 6 بيكلم عن force والmass والacceleration خدنا المحاور بتاعة x والy فضلنا ان احنا نشغل على محاور tangent والnormal ومحاور r وال6 زي ما انتفقت معاكم المرة اللي فاتت ان القانون الاساسي ان محصلة القوة المحصلة على الجسم بتساوي الكتلة في العجلة فانا لو شغل مسلا في محاور tangent والnormal متوقعين شكل القانوني بعمل زي بالزبط بما ان في tangent والnormal عجلة بيباليها مراكبة tangent ومراكبة normal ففي نفس الوقت هنلاقي ان القوة بتاعتي هيبقى بيها مراكبة tangent ومراكبة normal بيش اي جديد مفروض ان انا وانا شغل هنا ابقى واخباري ان برضو summation if t بيساوي mass في et و summation if normal بيساوي mass في e normal طيب الجزء بتاع اي جديد مع الفورس هتعامل معها ازاي برضو بنفس الطريقة هرسم له free board diagram و الجزء بتاع ال acceleration هرسم له kinetic diagram اللي هو رسم العجلة بتاع المركز بتاع الجسم طيب ال a tangent متعرف عليها ان هي عبارة عن dvrdt او vdvrds على حسب شكل اللي اقل معي طيب ال a normal عبارة عن v تربية على الروم هل في جديد؟ المفترض ان ما يبقاش في جديد بس بنلاقي شوية تركات كده معينة لازم ناخد بها ان بدنا منها كباية ساعة لو ان شغال في المصار المنحنة دوت وكان عندي شخص مثلا او عندي عربية من العربية تتحرك في الاتجاه ده فقررنا لغرضا او اخر ان المسألة دية تمشي تانجنتون فانا عارف ان انت محور t وده محور مين ال n طيب القوة المؤثرة على الجسم فين بالظبط؟ شكلها عامل ازاي؟ كلنا عارفين ان الجسم دوت له وزن والوزن بيأثر بقى في t ولا في n لا مالوش علاقة بال t وال n هو له علاقة ان هو دايما ايه؟ تمام؟ الوزن دايما مالو رأسي الاسفل طيب ورد الفعل رد الفعل عمودي على السطح عمودي على السطح بس انا سطح عندي هنا منحنة فكل نقطة كل نقطة كل نقطة كل نقطة كل نقطة ليها تانجنت ونورمال مختلفين عن بعض فانا هنا هقول رد الفعل دايما بيبقى عمودي على التانجنت عنودي على مين? على التانجنت يعني ما احبش اقولها بصيغر في اتجاه النورمال لان الطلبة بتروح فاكره ان هو في اتجاه النورمال في حين ان انا لو بصيت هنا لا ده هو هنا مفروض يبقى في الاتجاه ده عكس ان اسألها زي دي لو عندي جسم هنا ادي بتاعه وهي دي النورمال ولما اجي ارسم الويت رأسي الاسفل ورد الفعل فين تمام كده ايه اللي قالك رد الفعل كده شكل منحنى ايه اللي قالك رد الفعل كده شكل منحنى الجسم ان ده عايز يقع والمنحنى او السطح دورت بيمنعه في ادي النورمال الامر اكشن عمودي على المماز في اتجاه ان الموجب اه في اتجاه ان الموجب او في اتجاه استيجاب استيجاب ت FIRSTD ده بيتحدد على استيجاب المسألة. لان ادي ده ان الموجب يبقى فين اللي انك جزء السالب للان. ادي هنا مسلا ده ان الموجب فيبقى في ن طيب. يبقى نها دلوقتي وحفظ ان الوزن ديما بيقص الرأسي الاسفل ورد الفعل عمودي على مين على المماز. لماذا سيكون في الاتجاه والم Holly أن يكون السلب حسب المثال ذي ما نتحدث عن فريكشن فورس قولنا فريكشن فورس فما إرتفاع أنا هنا دائما 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 هلاقي فريكشن Deus في الاتجاه السالب لت لأن الته فريكشن هو التجاهه في الاتجاه الحرك وبعPal لا أ Väحذ Kurt يعني فريكشن سي MEL فدائما فريكشن في الاتجاه السالب بيحور T يبقى هيا ديس الحاجات اللازم اخذ بالي منها في الجزء بتاع التانجنت والنورمال في حتة ال free board دياجرام بتعملين كي يا شباب طيب خطوات الحل بتاعتي زي ما كنا بنحل في ال x وال y اول حاجة نرسم ال free board دياجرام تاني حاجة ال canetic diagram تالت حاجة ان احنا نحل القوة المايدة بس احنا بنحلل فين بنحلل فين في ال x وال y لا بنحلل فين في ال t والنورمال طيب رابع حاجة بنطبق فين في الموادد وبعد الاحيان ببقى انا محتاج اعرف زوية الميل ما بين التانجنت وما بين محور x ليه هيبقى معي في المسائل فانا دلوقتي علشان اعرف زوية الميل ما بين التانجنت وما بين محور x دايما الزوية دي بجيبها من العلاقة تانجنت سيتا بتساوي تمام dy على dx يعني هو هيديني معالدة المنحنة هنا y بيساوي دلة دلة ال x وانا عن طريق معالدة المنحنة ديت هفضلها بالنسبة لل x واروح نطلع تانجنت فكده جبت الزوية بين t وال x تمام يا شباب جبت الزوية بين t وال x ده في حالة ان انا محتاج الزوية ديت عن طريق الحسابات ممكن الزوية ديت اجيبها عن طريق الرسمة نفسها وانشوف الكلام ده في مسائل الحالي تعال نبص كده على مسألة في تانجنت النورمال تعال نبص على مسألة ديت بيقولي عندي المتزلك دوا بينزل المتزلك دوا بينزل ده جزء من داع حتى دي مهمة جدا لو هو بادئ من الرست بادئ من الرست امتة وان ثيتا اقوال زيرو ثيتا اهيد مقاصة من محور ده فلما ثيتا بتساوي زيرو يعني معناه انه تعال نفترض ده مثلا position A مثلا بتاعه بيقول لك انا عايز منك المجنيتوب بتاعي normal reaction عايز magnitude مش عايز normal action خلاص مش عايز الاشارة انه ممكن واحد يكون فرض الاتجاه غلط فعشان لو فيه سؤال في الاختيارات او حاجة احنا اعملنا الاشارة خاصة المهم فانا عندي عايز normal reaction اللي هعمله السطح ده اللي هو circle track دوت على عاوز الكلام ده امتا when theta equal 60 عايز الكلام ده عند زاوية 60 طيب اهم الابعاد الراجل ده علشان تعمل حساباتك ودوت ده الطبيعي في كل انواع المسائل عندنا ان احنا منهم الابعاد اللي بالظبط علشان احنا اصلا بندرس ال dynamics بتاع البارد كله عندي اي جسم هعتبره كأنه ايه نقطة طيب اول حاجة بعملها هي المسألة دي tangent to normal يا سيدي مين قال لك قال لي normal reaction ده لما انا اكون شغال انا في المستوى او او شغال في جزء من دايرك قبل الميترم كنا بنقول لو انا جزء من دايرك يبقى بنسبة تسعين في المية او تمانين في المية المسألة بتاعتك هتبتجه لل tangent to normal والnormal reaction ده هيظهر معي في معادلة طيب انا احل ازاي اول حاجة اخو بالي ان المسألة دي خاطئة شوية هو الرجل ده كان عند position theta وبعدين هيبقى عند position theta 60 انا دايما لما ايجا اشتغل عشان رسم هرسمه عند position عام هرسمه عند position ايه عام يعني ايه position عام هي عني مش عند theta ولا theta عشان ما اخدش حالة خاصة اخد حلعة يعني فرضا مثلا مثلا كان هو ايه اللي ادرس عن theta 90 فحل انا لو رسمت عن theta 90 هنا هلاقي عندي قوة ميلة ومحتاجة تتحلل وال theta تظهر معي كوزين او صين لا لكن theta تظهر كوزين او صين فين في وضع عين فانا الافضل ان انا هيجي هنا واروح محلل في وضع عين اول حاجة هرسم المحاور المحاور فين هدي محور T ومحور ال N شكله عامل ازاي ها تمام عموده علي وداخل ايه للمركز بتاع المنحن طب لما اجاب اسم ايه القوة المؤثرة القوة المؤثرة عندي وزن اللي هو 60 في التاسعة point 81 وعندي عندي عندي جاب سيري تحت كاك ما جابش سيري تحت كاك طب عندي ايه تاني تمام عندي normal reaction normal reaction ده فين يا شباب في محور ال N فاكيد normal reaction طالع من هنا الهنا عشان هم بيمنعون ويعدي normal reaction انا محتاج كمان عشان اقدر اكمل حل محتاج زاوية طب الزاوية اروح اجيبها من القانون يعني لازم اجيب بقى معالدة دايركس تربية زاوية تربية بيساوي نص القطر وبتدي افراد ال Y بالنسبة لل X لا الموضوع هنا اثهل بكتب انا دلوقتي زاوية ثيتا اهي تمام زاوية ثيتا اهي زاوية ثيتا اهي دي ثيتا فانا شايفين حرف الزل ده يخلي دي مين ثيتا طيب دي و دي تسعين و دي و دي تسعين يبقى انا برضو هلقي زاوية دي كام ثيتا ده معناه ان انا اقدر احلل للقوة اللي عندي ديت اللي هي القوة الميلة بالنسبة لي اللي هي قوة الbes أحللها المين؟ تمام ستين تسعة باين تمانية واحد ساين ثيتا وهنا ستين تسعة باين تمانية واحد غزن ثيتا الآن امام المواضلات بتاعتي بميضته mitä المواضلات بتاعتي بتقول ايه؟ ساوي Ft بيساوي mass في et و Submission Fn بيساوي mass في en طب انا مبدأين كده هبدأ بSubmission Ft فين القوة الفاتجاه Tangent قوة الفاتجاه Tangent هي قوة وحيدة لها مركبة الوزن ديها 60 9.81 Cosine Theta بيساوي mass اللي هي 60 من هنا هلاقي ان من A tangent طلعت 9.81 Cosine Theta بمعنى ان A tangent طلعت دلة في الثتة دلة فين في الثتة طب انا واخد قبل كده او عارف قبل كده ان انا عندي A tangent ممكن يا M تبقى DV عد T او ممكن تبقى V DV عد S بس دي بدلت الثتة مش بدلت لا T ولا S فقال لي خلاص انت عارف ان ال S بتساوي في الدائرة R في ثتة يبقى ال D S هتساوي ايه ال R بتاعتي سابتة فتبقى عبارة عن R في مين في D ثتة معايا كده يا شباب فانا لو محتاج ان انا اغير شكل القانون هشيل هم تمام ال D S وحط مكانه R D ثتة يعني ال A tangent اللي هي V DV تساوي تساعة point ثمانية واحد كوضاين سيتا يعني V DV هيساوي تساعة point ثمانية واحد ال D S هتروح هنا بس هتروح R D ثة ال R بتاعتي باربعة في D ثتة بس هعيد ترتيب بس الموضوع وحط D ثتة هنا واعمل تكامل لين للطرفين طيب خد بالك ان هنا عشان العجلة طلع الدلة فعلشان كده لجأت الامور طيب الثتة بتاعت بتغير من زاوية سفر لزاوية ستين وهنا V بتاعتي بتضير من ال REST اللي هو سفر لحد بسرعة انت محتاج الكلام ده يعني هل هو طالب منك الكلام ده السؤال انا طالب منك انا مش شايف اي حاجة هنا بطلع ال normal action لا بس انا لو خدت بالي هلاقي المعادلة التانية بتاعتي سميشن F normal بيساوي الماس في ال E normal طيب ال F normal دي عبارة عن ايه تمام N ناقص ستين تسعة بوينت تمانية واحد ساين ثيتا بيساوي الماس اللي هي ستين في E normal اللي هي V تربيع على ال R و ال R عندي باربعة فانا هنا هو ما طلبش مني صراحة ال V بس انا اللي محتاجها علشان اعود بيها فين؟ في الجزئية دي طب اعوض الكلام ده واتلم يكون الثيتا عندي بكام بستين فقدر اخلع من هنا مين normal action يبقى كل اللي انا هاعمله هاعمل التكامل ده بس لو سمحت لو سمحت اعمله تكامل محدود يعني الحد الثيتا وبعد كده اعوض بستين عشان ما تغلطش في التعويض بالردين او بالدجري يعني انا عارف ان الكوزين تكاملها سين طيب الناتج ده تسعة بوين تمانية واحد فاربعة سين تيتا ناقص تسعة بوين تمانية واحد فاربعة سين سفر واخد باني من السفر لانه ممكن للدوائر المثلثية ممكن يبقى الدلة بتاعتي تخليني التعويض بالسفر هنا مش بسفر لكن صعد في النسائن سفر بسفر يعني مثلا لو كانت الدلة دي كوزين فكان هيبقى كوزين سفر بوح فده هيبقى رق فاخد باني من كوزين وطبعا التكامل بالطرف الثاني هيبقى في تربيه على اثنين ناقص صفر تمام كده يا شباب فمن هنا قد رجيب في تربيه وعوب بيه هنا وطلع يبقى المثار اللي احنا خدناه دوت علشان خاطر ان انا العجلة بتاعتي بتتغير عند كل زوجة فعشان كده لجأت للتكامل والعلاقة بتاعت تعال نشوف مثال تاني بس قبل ما اخش في المثال التاني يعني حابب بس انبه ان ما نتخضش من حكاية العلاقة اللي بتظهر معي اللي هي كمان شوية لما ناخد درس الورك والانيرجي هنلاقي ان المثالة اللي خات دي والمثالة دي كمان ممكن تتحل بالورك والانيرجي بطريقة اسهل كتير تمام فتعال نبص كده ان المثالة دي بيتكلم فيها ايه يقول لي عندي تمامية من عشرة ميجا جرام ناخد بالنا بس من الحاجات البسيطة دي انا طبعا عشان الواحدة بتاعت الميجا جرام دي مش هتنفع معي اول حاجة هنحولها الميجا في عشرة قصة ستة بس عشرة قصة منين من جرام لكن انا عايزة حولها للكيلو جرام فهي تبقى فيها عشرة قصة ثلاثة بمعنى صح ان ده هيب عبارة عن تمامية تمامية كيلو جرام طيب عندي عربية ماشية كتلة بتاعتها تمامية على الهيل دي ات having the shape of problem الهيل دي اتشحل البربلة عايز بقى لك when the car is at point A it is traveling at nine meter per second and increasing its speed at three meter per second square هنا عمل فيها جميل فظيع هنا الدني السرعة عند نقطة A والدني معدل تغير السرعة عند نقطة A معدل تغير السرعة عند نقطة A معدل تغير السرعة مش هو العجلة لا ده هو العجلة الممسية فقط ركبت العجلة لايه؟ الممسية فقط طيب ليه انا بقول هنا دني ميزة كبيرة جدا في المسألة اللي فاتت كنت انا محتاج ان الجسم هيتحرك من نقطة لنقطة فهبتدي ادرس الجسم في وضع عين علشان اجيب علاقة ما بين العجلة وما بين السرعة واقدر اطلع قيمة السرعة عند نقطة الدراسة لكن هنا هو مريحني خالص وقال لي ان انا هدرس عند نقطة A وكمان قيمة السرعة والعجلة مدهمت بيقول لي determine both the resultant normal force and the resultant frictional force عايز مني كل مني النormal force وال frictional force يبقى هنا احتكاك that all the weeds of the car exert on the road at this instant قال لك اللي بتعملها العجلات ديت او الاحتكاك اللي حسن ما بين العجلات وما بين ال road في اللحظة دي ويهمل برضو ابعاد A ال car فانا هدرس عند نقطة مين يا شباب الا اول حاجة عاملها فانا هرسم المحاور بتاعتي ونورمال النورمال فوق ولا تحت تمام شايفين الكارفة فين يبقى اندي محور ان الموجب انا ما اكلمش عن نورمال اكش اكلم عن محاور كده رسلنا المحاور تعال النص ايه بقى ناقص تمام ال wait الرأس الى 0 طيب في ايه تاني في رد فا في اتجاه ن الايه هنا في اتجاه ن السالب في ايه كمان تمام في اتجاه تيه السالب طيب هل هنا عندي زوايا على الرأس ما قدر استغلها واجيب منها زوايا للتحليل؟ لا فانا اتزاوي اللي هادر اجيبها من قانون اللي هي اتزاوي ما بين تي واء ال اكس ازاي تان ثيتا بتساوي تمام دي واي ادي اكس كل اللي اعمله ان انا افاضل المعادلة اللي قدامك لما اجي افاضلها طبعا عشرين في واحد بعشرين تفضلها سفر فهيبقى فضل سالب عشرين في الرقم ده فهيبقى سالب اربعين في اكس على ستلاب فوربع تمام يعني سالب واحد على مئة وستين اكس سالب نص سالب نص تمام تمام طبعا كده حلنا مشكلة الزاوي تعال نحل مشكلة التحليل على الرسم هو مين اللي ميل بقى بالنسبة لي النورمال مش ميل الفريكشن فورشو مش ميل لكن الويت هو اللي ميل طب ثيتا دي دي ودي تسعين ودي ودي تسعين فتلاقي هناك م ثيتا برض فقدر حل الدابلو هنا الدابلو او الويت كوزين ثيتا وهنا الويت سين ثيتا معادلاتي تمام سميشن الفورس في اتجاه تي يساوي ماس في اي تي فين نقوه في اتجاه تي نقوه في اتجاه تي دابلو اللي هي عبارة عن تمنمية تسع بوينت تمانية واحد سين ثيتا اللي انا هادر اجبها نواقص في فريكشن هو مش مديني ميو كي وانا مش محتاج هو عايزة total friction عايزة بيساوي الماس اللي هي تمنمية في ال اي تانجنت اللي هي بقام given بثلاثة يبقى المجهول الوحيد هو عندي الف فريكشن وعدغة العام المعدل دي والمسألة او الجزء دا من المسألة خلاص سميشن في نورمل بيساوي الماس في ال اي نورمل في نقوه في اتجاه النورمل تمام خب بالك النورمل المجبل اي تاحت فهقول الويت اللي هو 800 في تسعة بوين تمانية واحد كوزين ثيتا ناقص ناقص بيساوي 800 في اي نورمل ايه V تربية على الرو وراجل كان كريم كان مديني ال V يعني تسعة تربية على الرو عند نقطة ايه طب الرو عند نقطة ايه طب الرو عند نقطة ايه دي نجيبها ازاي تمام ناس المذاكرة الرو دي هقدر اجيبها من القانون اللي بيقولني ان الرو بيساوي واحد زائد وي داش تربية الكل ازاي ثلاثة على الاثنين على وي دابل داش فانا كنت جايب هنا تان ثيتا اللي هو وي داش اللي هو كان سالب واحد على مئة وستين اكس فلما اجيب وي دابل داش هلاقيه بيساوي سالب واحد على مئة وستين وعوقت بالكلام ده هنا اقدر اطلع الرو فقدر اطلع من هنا ايه النورمج تمام كده شباب هم دول المسالين الموجودين على التانجت والنورمج في مخاطقة النقط تعالى نبدأ مع بعض بقى في النوع الاخير من المحاور اللي هو محاور هيبقى عندي سمميشن اف ار بيساوي الماس في ال اي ار وسمميشن اف ثيتا بيساوي الماس في ال اي ثيتا طيب برضو نفس الكلام هروح محتاج عشان الجزء ده وعشان الجزء ده احتاج الكنيتك دا جرام الكنيتك دا جرام منساش ان ال اي ار كانت عبارة عن ار دابل ضد ناقص ار ثيتا ضد تربيه وال اي ثيتا عبارة عن ار ثيتا ضد ضد زائد اثنين ار ضد ثيتا ضد وهو بيبقى مديني سيتا وستا ضد ضد وستا ضد ضد طيب هل في جديد اه في جديد اه في جديد في الجوز بتاع فري بود دا جرام لما اجسم القوة المؤثرة القوة المؤثرة بتاعتي تعالى ننسم بس المحاور تعالى ناخد مثال كده بسيط على المحاور لما كان بيبقى عندي جسمي بالمنظر دا كده كده كولر مثلا موجود على الرد المحاور بتاعتي كان بيبقى محور الار اللي هو امتداد الريد الكمبوننت ومثلا لو انا بعمل روتيشن كده يبقى محور من الثيتا طيب بالنسبة للقوة لو انا عندي الكولر دا اللي هو وزن اكيد هيبقى له وزن طيب عندي هنا الوزن رأسي لأسف الار ولا سيتا هو رأسي لأسف ورد الفعل مثلا بتاع الكولر دا او بتاع الرد على الكولر بيجيبقى في الاتجاهد دا مثلا او العكس لانه مفروض انه بيحاول يدور كده فمفروض انه يبقى العكس بس انا هفرض زي ما انا عايز مفيش مشكلة وهيطلع النورمال باستقلب مقلقش يعني ممكن افرض النورمال اكشن هنا مفيش مشكلة اخب بالي ان انا في بعض الرسومات بيظهر معي ان الجسم بتاعي دا موجود موجود في المجرى معين مثلا وفيه رد داور بيعمل عليه قوة القوة دي بنسميها قوة الزراع قوة دي بنسميها قوة الزراع دائما قوة الزراع في اتجاه ثيتا دائما قوة الزراع في اتجاه ثيتا هي دائما بتبقى مسببت الحرك فقوة الزراع دائما في اتجاه ثيتا فانا مثلا لو هلف كده ادي تانجن اسف ادي الار و ادي الثيتا و ادي قوة الزراع في اتجاه من ثيتا ده غير رد الفعل اللي يعمله من المجرى على الجسم ده وهنشوف الكلام ده بالتفصيل في المسائل طيب ساعد بيبقى في منحنة عندي وهشتغل برضو ارو ثيتا تمام بس انا في المنحنة ده لما يكون عندي جسمه وهو بحركه على المنحنة ده انا في المنحنة دوت الفريكشن والنورمالر اكشن بيبقى ليهم علاقة بالمنحنة يعني فريكشن بيبقى في تجاه المماس والنورمالر اكشن بيبقى عمودي على المماس طب انا هشتغل هنا ارو ثيتا مش هشتغل مماس فخب بالك ان في علاقة بتظهر معي في بعض الاحيان في بعض المسائل بتقول ان تان ابساي ابساي دي هي الزاوية ما بين التانجنت ور تانجنت ور تان ابساي بيساوي الر على تفاضل الر بالنسبة للثيتا يعني بيساوي الر على تفاضل الر بالنسبة للثيتا هنشوف الكلام ده مع بعض حالا في مسألة حتى الان القوانين بتاعت الاساسية ما فيهاش مشكلة سميشن فر بتساوي مس فيه سميشن فسيتا بتساوي مس فيه ثيتا الوزن قاعدة بتاعته ثبتة دايما الرقص الاسفل رد الفعل بيبقى على حسب شكل المسألة ممكن يبقى في اتجاه ثيتة ممكن يبقى في اتجاه غير الثيتا وغير الآر ممكن يبقى في اتجاه له علاقة بالتانجنت والر فده بيبقى على حسب شكل المسائل فلازم نغص على المسائل عشان نفهم احنا بنفرق الكلام ده الزي تعال اكنا نبدأ مع بعض المسائل دي بيقول فيها The particle has a mass of 0.5 kg الكتلة بتعطيها مصر كيلو and is confined to move along the smooth horizontal slot قال لك ان الكتلة دي confined محصورة بحيث انها تتحرك في smooth horizontal slot Due to the rotation of the arm OE السبب في الكلام دوت الrotation بتاع الارم OE وزي ما احنا جاكين سيطة بتيجي من هنا الهنا عند اتجاه الدورة بيقولي determine the force of the rod on the particle عايز الفرس بتاعت الرد على البرتكل يعني فيه فرس طالع من هنا من الرد and the normal force of the slot on the particle وعايز النورمال فرس بتاع السلط على البرتكل فيه normal force جاية من المجرى نفسه عايز الكلام ده when theta equal 30 وقال لي الارم دوت rotating with angle of velocity theta dot كذا and change the rate بتاعه التي هي theta double dot بكذا وقال لخد بالك assume the particle contacts only one side of the slot خد بالك ان البرتكل ده لامس one side من slot معا انا عايز انزل كده فدوت هو اللي هيحس بلايه او ده اللي هعمل عليه normal reaction لكن اللي فوق ده مش عامل عليه normal reaction ففيه normal reaction من جهة واحدة بس طيب المسألة دي مسألة arrow seat مين قال ما بتعرفش الدرق نفسه مديني theta theta dot theta double dot مفروض كان يديني R ده اللي فيه في الseat طيب هو مش الدهلي انا هحاول اتصرف فوقه لس المهم احنا قررنا انه مسألة arrow seat فهاجي هنا عند الجسم واروح رئيس محور R تمام في اتجاه زيادة ready component ومحور سيتا عمود علي وفي اتجاه الضوران يعني ده محور سيتا الموجة طيب فين القوة المؤسرة فيه الوزن الوزن بتاعي اهو نص في تسعة وتمانية من عشر يمكننا نكتب اربعة وتسعة من عشر تمام في ايه كمان تمام الارم دوت هو الاكسراحة الارم ده بيعمل او الرد ده بيعمل قوة فالقوة دي في اتجاه سيتا تعالى نسميها F رد طيب طيب ايه تاني تمام النورمال راكشن النورمال راكشن في اتجاه الاروحة للثيتا لا النورمال راكشن حسب ما انا شايف انا شايف هنا دلوقتي ان المجرى ده هوريزونطل فاكيد النورمال راكشن فين تمام لفوق بالمنظر ده طيب هل هنا انا محتاج لعلاقة اللي كانت بتجيب لي فيها اللي هو العلاقة ما بين T وما بين وانا عندي T هنا اصلا عندي ما صار هنا منحنة وانا هجيب له ممس لا فهلاقي ان الزاوية بتاعتي ممكن تيجي من حساب المثلاثات العادية خالص ان الزاوية دي ثيتا فشايفين حرف الزد ده يخلي الزاوية دي كمان ثيتا ودي ودي تسعين فهي خلي دي كمان ثيتا فانا عندي هنا ثيتا وعندي هنا ثيتا فقدر احلل القوى الميلة بالنسبة وكمان دي ثيتا تمام تحليل القوى الميلة ان انا هجي ويروح محلل الوزن فهيب عندي مركبة هنا اربعة وتسعة من عشرة كوزين ثيتا وطبعا وقال يدرس عن ثيتا بتلاتين ومركبة هنا اربعة وتسعة من عشرة ساين ثيتا والنورمل هيبقى مركبة هنا ان كوزين ثيتا ومركبة هنا ان ساين ثيتا وينيجي لمعادلاتنا سمميشن اف ار بيساوي الماس في الاي ار فين قوف تجاه الار ادي الار اهو ده الار الموجب فهو الان كوزين ثيتا ناقص اربعة وتسعة من عشرة كوزين ثيتا بيساوي الماس اللي هي نص في اي ثيتا الموضوع سهل وبسيط لو احنا عارفين طبعا هيبت ثيتا بتلاتين اللي هي دي بتلاتين ومفترض ان انا اي ثيتا جيبها ازاي من الاعلاقة ار احنا معلش احنا نشغلين هنا في اي ار بي اي ار تمام مش اي ثيتا ار ها دابل ضد ناقص ار سيتا ضد تربيه فانا لو معايا ده ايه ده بتطلع النورمال اكش طب المعاللة التانية سميشن اف ثيتا بيساوي ماس في اي ثيتا فين قوة بتجاهد ثيتا تمام ثيتا المجبه في القوة بتاعت الرد ناقص او زائد اربعة وتسعة من عشرة ساين ثيتا ناقص ان ساين ثيتا بيساوي الماس اللي هي نص في اي ثيتا ببساطة برضو معايا دبل 30 معايا دبل 30 المفترض اني انا نطلع الان قبل كده والاي�� سيتا هاقدر اطلع الايه R سيتا ضد زائد اثنين R ضد سيتا ضد فقدر اطلع ناقص من A F تمام هل في مشكلة في المسألة لم مشكلتنا في المسألة مش ما بعد المنتر مشكلتنا في المسألة ما قبل المنتر يعني يعني او انا محتاج ان اطلع الكلام لكن ليس معي R ولا R dot ولا R double dot طب انا نطلعها ازاي اللي شايفين الرسمة اللي قدامي دي ال R دي والزاوية ثيتا دول متغيري كل نقطة لها R و ثيتا متغير بس في بعض هنا سابت البعض داي بالنسبة للمسلسة لو انا جيت عملت مسلس ده ثيتا وده R البعض دايما نص من المسلس دايما نص من المسلس دايما نقول ان R كوزين ثيتا دايما بنص يعني ال R بيساوي تمام نص سك سيتا طب عشان اجيب ال R dot دي المسألة اللي كانت قبل المترمو موجودة هروح اعملي تفاضل سك سيتا بسكتان بس منساش هضرف سيتا ضد عشان انا بفاضل بالنسبة للزمن وبعد كده اجيب R double dot محتاجة بقى ما كانت بقى شويتين النص ده نخليه بره وبعدين حصل ضرب 3 دوال هاعتبر ندول دلة ودي دلة تانية فاقول الاولى في التفاضل التانية زاد التانية في التفاضل الاولى تفاضل الاولى دية بقى لايه عيه تمام حصل ضرب 3 دلتين فاقول الاول في التفاضل التانية في التفاضل التانية تسك تربية يبقى سك تكييف في سيتا ضد زاد التانية اللي هي تنسيت في تفاضل الاول فتلاقي سك تان زهر معك وانت معك تان في بقى سك في تان تربية في سيتا ضد كل ده مضروف سيتا ضد وبعدين كل ده مضروف النص نعوى بالقيم هنا ونطلع الر والر ضد والر ضد نعوى بهم هنا نطلع المجولين بتاعنا اللي هو الان و الافرود تعالى ناخد مثال تاني بيقول اذا ارم از روتيتين از ريت اوف اعنشت ثانية واحدة كنا بنظهر بس الثيتا ضد بيقولي روتاتينج اد ورحم الديني الريب بتاعها سيتا ضد متساب خمسة ريبان عال ثانية وين ثيتا ضد ضد ايقوى ثيتا ضد ايقوى ثيتا ضد ايقوى نصف كيلوغرام ايقوى ايقوى نصف كيلوغرام عايز منك نورمال فورس اللي هيعمله مين الارم مين الارم طيب على البرتكل ده بس كده لا أخذ بالك كمان وعايز منك كمان from the ram on the particle عايز منك الفورس اللي بيعمله الram اللي هو المنجرة ده على البرتكل طيب الريم ده انا شايفه الجزء منحنى صح؟ تمام يبقى normal reaction لو اللقبين بالtangent هو normal مالوش رقب الر والثيتا فعلم عشان كده هو جابلي في النهية ان هي يظهر لقطة التانئم صايا اللي احنا قلنا عليها في بداية الجزء ده اللي يخد بالك the particle is confined to move along the slothic path defined by hyperbolic spiral r theta equal كذا فلمة horizontal ديت هنا انا اطلق نشطها بس في المرجع مرة horizontal ومرة vertical وكل واحدة لها حال تعال بس نتكلم في الاساسيات وبعد كده نشوف ايه الفكرة او trick اللي موجودة هنا طيب حد عارف ليه تمام ده امتداد الradial component وده العمودي عليه في اتجاه الدورة ده محور الر وده محور مين السيدة ده كمان حيور طيب انا عندي قوة الزراعة اللي هو قوة الر مدي فين قلنا النهى السادة دائما في اتجاه محور مين السيدة فانا عندي هنا فار لو كان بيقولك النورمال فورس اللي بيعملها الارب ماشي ماشي هي نورمال فورس هي قوة الزراعة هي فارب ايه مسمى المهم ان دي القوة اللي جاية منين من الزراعة طيب واخد بالي ان انا لو ركزت شوية هلاقي ان فيه هنا محور تيه المماس عند النقطة ديه من المجرى المنحنة ده ففيه هلاقة ما بين تي وما بين مين الار الار ده تي امتداده فالزاوية اب ساي اهي ما بين تي وما بين مين الار النورمال راكشن بقى بتاع السطح ده هيبقى فين يا شباب تمام النورمال راكشن عمودي على تي على فكرة ده مفروض ان هو بيلف في الاتجاه ده فعشان يروف في الاتجاه ده فاكيد هو بيضرب في السطح اللي فوق مش السطح اللي تحت فمفروض النورمال راكشن يبقى تحت طيب انا هفرطه فوق ففي الغالب هيتطلع معي باشارة ايه؟ سالبة ما قلقش بس لو طلع معي اشارة سالبة يبقى عدي الابساعة ده وده 90 وده وده 90 فتلاقي دي برد اسمها ايه؟ ابساعة يبقى زاوية ما بين التي والار هي هي الزاوية ما بين النورمال والثيتا تمام كده يا شباب طيب ايه الخطوات بتاعتي؟ ساميشن اف ار بتساوي ماس في ار ساميشن اف سيتا بتساوي ماس في اي سيتا كلام سهل مفروش ايه مشكلة انا عندي مشكلة هنا فين الوزن؟ هي دي بقى الفكرة بقى مسألة قالك لما انا اقولك ان الجسم اللي قدامك او سطح اللي قدامك ده هوريزونتال هوريزونتال يعني افقي سطحي نفسه افقي يعني كأني قالب الورق ديت قدامي بصورة افقي فيبقى الوزن بتاع الجسم ده مش ظاهر معي في المحاول لا الار ولا التي ولا الان ولا السيتا ولا الاكس ولا الوي ده ظاهر كأنه عمودي على الورق نفسها ظاهر في محور زد غير لما ايجا اقولك ان المسألة ديت فيها فالفيرتكال هايباربوليك فالفيرتكال هايباربوليك يعني هو ظاهر زي ما انت شايفه جد ان هو رأسي بالمنظر اللي قدامك ده تمام؟ فانا الوضع الحالي تاعي ان عندي الشكل اللي قدامي ده هوريزونتال بلين لما يكون هوريزونتال بلين ده معناه ان الوزن ببعد ثالث فانا مش هحطه معي في لكن لو هي نفس المسألة وقالك يبقى الوزن موجود معي وحلله واشوف هو بأني محاول بالظلط مفهوم كده يا شباب؟ يعني لما ايجا اشتغل هنا مع المحاول بيساوي المسألة في نقوف تجاه الار اللي عراه فعليه مركبة واحدة بس اللي هو الان سين إبصال في حاجة تانية؟ لا مفيش اي حاجة تانية كلام ده بيساوي المسألة في الار المفترض ان الار هارفة جبهة والإبصال هارفة جبهة فقدر اطلع من هنا الان طيب سميشن إف ثيتا بيساوي ماس في إي ثيتا في نقوف تجاه ثيتا إف آر مش فارم إف آر ها الان ديت لما اجي حللها هتتحلل هنا زائد ان كوزين إبصاي هم كلام ده يساوي الماس اللي هي نص في إي ثيتا تمام كده شباب؟ طبعا الإبصال معي والإنج بتاعمل هنا فقدر اطلع الاف آر كل ده جيت حل بسهولة لو انا معي مين؟ تعالى نبدأ بقى من البداية ان الار ثيتا اقوى او بوينت او بوينتو يعني الار بتساوي او بوينتو ثيتا البور مينس وين يعني الارضط وبغرع عن سالب 2 من 10 سيتا سالب 2 طبعا كلام ده في مين؟ في سيتا ضط او بوينتو ثيتا ضط طبعا هضرا في سيتا ضط يعني ديتها تبقى كأنها تربية واعود بالقيم ده طبعا اخطى الحاجة هنا ان الار ثيتا عندي مش في الدلة مسلسية فالثيتا مش بالتسعين السيتا بكام يا شباب؟ باي الاثنين طيب تن إبصاي بالمرة تن إبصاي يساوي R على تفاضل R بالنسبة للسيتا R الى 2 من 10 سيتا السالب واحد تفاضل R بالنسبة للسيتا سالب 2 من 10 سيتا السالب 2 من غير سيتا ضط لان انا بفاضل بالنسبة لمن هنا؟ للسيتا فطبعا لما اخلص الكلام ده سيبقى يساوي سالب طبعا دي السالب 2 في المقام ستطلع فوق كأنها السموجة ب2 فهيبقى سالب سيتا سيتا هنا بكام يا أولاد باي على الاثنين يبقى من شفتي تن لسالب باي على الاثنين اطلع الإبصاي واعود بها هنا اطلع القيم ديت واعود بهم هنا في الإيار والإيه سيتا يبقى كده المسألة خلص واخد بالي من الجسم بتاعي او السطح بتاعي vertical ولا horizontal هنا كان horizontal طبعا كده شباب ده بالنسبة للمحاضرة بتاعة tangent والnormal والارو سيتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته